صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من الشقيقة تونس يقول أنا شاب أعمل في فندق يقدم الخموع لزبائنه فهل يجوز لذلك أو الحاجة أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ تونس وأن يسترها وأن يحميها وأن يقويها وأن يجعلها قوية لا ضعيفة تونس الزيتونة أنا أنصح الإخوة في تونس حكاما ومحكومين أن يتصدوا لكل الأفكار الهدامة بمنهج الزيتونة منهج الزيتونة هو الذي يحميكم وهو الذي يقيكم وهو الذي يوحدكم وهو الذي يحفظكم من التشرذم هذه الأفكار التي تخزو تونس وهبية وقديانية وبهائية ولا مذهبية ولا أدرية هذه كلها بإمكانكم أن تتصدوا لها بمنهج الزيتونة رضي الله عن علماء الزيتونة وحفظهم سائل يقول أنا من تونس وأعمل في فندق يقدم الخموع لزبائنه فهل يجوز لذلك لا يجوز لك ذلك اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول أنس رضي الله عنه لاعنى لاعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر عشر كلهم العونين واللعنة هي الطرد من رحمة الله مش كون يستطيع مش كون يقدر مش كون يقبل أن يكون مطردا من رحمة الله لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترية لها والمشترات له أخرجه ترمذي وابن ماجه وأحمد لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر عاصرها الشاركة التي تعصر الخمور ولذلك سألني أحدهم قال لي أنا كنت نعمل في شاركة للخمور في فرنسا وأنا الآن متقاعد وأريد ذهب إلى الحج فأفتيته لا يجوز أن يذهب إلى الحج بتلك الأموال أو بأموال التقاعد لأنها أموال جاءت من الحرام كيف أنت بأموال حرام تحت قابل ربي واطف بالكعبة وتشرب زمزم والزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقف في عرفات ويعني مأكلك حرام وملبسك حرام وغذيت بالحرام حسبنا الله ونعم الوكيل عاصرها ومعتصرها يعني الذي طلب أن تعصر عاصرها هو العامل ليعصر وبالك ويلعبها الكومبليس يا الخدامين أو كاين شاركة ما يعصرش الخمر ولكن يخدموا القرع للشاركة على الخمر القارورات يقول لك إحنا يا شاركة نخدموا القرع نخدموا الكانيطات إحنا خاطئنا إحنا نخدموا القرع بالصحة متأفقين مع الشركة على الخمر باللي يخدموا القرع لهذه الشركة كيف كيف رأكوا داخلين في اللعنة من الآن بدأت حوز خدمها متن في عكس هذه أنا ما صبش خدمها غير الله حرام عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها انتالي الخدام تحتونس ليه رأك تخدم في الفندق وحاملها رأك تحملها يجي هذك للخمار يقعد واش عندك يقول لك تقولوا عندي هادي وهادي 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 أعطيني كادا أعطيني سكوتش أعطيني طرنطروا أعطيني ريكار أعطيني كادا يسمي لك من الأسماء تعل خمور وانتا تحملها وتجيبها له زيد دلو شوية لقلاسون بشي 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 حصر حمليح بشي المعصية تكون لذيذة هذه قامة آي مصيبة وزيد مرانيش نجاوب غيادة الخدمتا تونس أهناف الجزائر الله يرضى على أصحاب الفنادق لمنع الخمور حكاولي على فندق في حسين داي ابنه إنسان من ماله الخاص وقالوا لي فندق جميل ومنع الخمر قال أن الخمر انتاعي الخمر أعوذ بالله الخمر ما يدرش في الفندق انتاعي هكذا قال الله يرضى عليك والله يحفظك زوجتك وأولادك وبناتك كما أحفظت عقول المسلمين كما أحفظت شريعة الله من أن تهان وتداس كما أوقفت عند حدود الله إن شاء الله لما توقف بين يدي الله أسأل الله أن يكرمك أسأل الله أن يكرمك أسأل الله أن يكرمك وأما وحد أخرين لا لا يروح يدير الخمر قال لك باش يجوه السواح واش تدير بالسواح المخابطية ليجو يخبطوا واش تدير بدرهمهم على بيها المصائب طيح عليكم وربي يربي فيكم ويأدب فيكم بالبلاوة بصماشي حاب انتفطنا حتى يجيك ملك الموت النهار يجيك ملك الموت تبدأ يكون تروح الجهنم تماك تنحي الخمر بل ما ترقوا لعقاب إذن لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه هدك ليو يسوق الشاحنة صحاب الشاحنات ليكون تنقل الخمر من مكان إلى مكان هم بات يقول كان خطئيني أنا نوصل لكومونت وصل لكومونت راك داخل راك تشارك كل إنسان يسكر تتحاسب عند ربي ليطلق مرتو بسبب سكر تتحاسب عند ربي ليدر حادث مرور بسبب السكر تتحاسب عند ربي الأطفال اللي قتلوهم بسبب السكر تتحاسب عند ربي قعل أرقبتك وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمانها أكل ثمانها واحد تكون عنده في اللف الحلال يجي واحد عنده مخمار يقول انشري عليك الفيلا هو على باله بلدرهم وقعمل خمور يدي الثمن حسب الله ونعم الوكيل وأكل ثمانها والمشتري لها أشريتها بش تهديها ولو ما رك سيحتشربها أنت ملعون ومطرود من رحمة الله وقع البلاوة ليطيح على رأسك ما رايش ابتلا أي عقوبة يبدأ ربي عاقبك من الآن لأنك انت تعديد حدود الله تحديد حدود الله وليتحدى حدود الله أكارفش كونه الخاسر والمشتري لها والمشترات له نعم والجنة فيها خمر الدنيا الخمر حرام حبي تنبه مسألة بعض الناس يعتقدوا لهذا الخمر تع الدنيا هو الخمر تعالآخرة لا 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 هذا خمر تعالدنيا نجاسا وإنما الأسماء تتفق فقط دقنا قرى قول الله تبارك وتعالى إسمعه معي ربي واشيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل أحبسه هنا عند كلمة مثل ما عندها ربي حيمثل لنا فقط على ربي يمثل لنا لأن العقول تعنا ضعيفة ما تقدش تفهم كيما أنت هدوك تفلص غير في عمره خمس سنين يجي ليك يقول لك أشرح لي حاجات تتعلق بالسماء وبالنجوم ولا بالفضاء ولا برياضيات أنت تحصل تبدأ تمثله باشي يفهم شوالك تقرب له برك الفهم لأن عقله صغير وضعيف وإني يفهم هذه المسائل أما لا ربي سبحانه وربي يمثل لنا لأن نحن عقلنا ضعيفة نحن برك نعشون دير نحن حاجة مثل الجنة التي وعد المتقون واش فيها فيها أنهار من ماء غير آس أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار تعالى وهذه الأنهار تعالى لبن مش جاية من البقرة جاية من القدرة من القدرة عربي يعني قدرة عربي قل أكون يتكون وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين هنا الخمر تعالى في الجنة الاسم اسمه خمر ولكن هذا الخمر هذا يعني يوله في الجنة كانت مخابطية وسكرجية لا 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 هذه خمر الجنة يعني مشروبات لذيذة ربي يخلقها ما تدهبش العقل وما تسكرش وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل المصفة العسل المصفة مشيكي مادوكي بيع لك العسل المدغول شوف الجنة عسل المصفة ربي واشيقول عن خمر الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين خمر الجنة بيضة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الغول هو ذهب العقل لا فيها غول ما معنى الغول هو ذهب العقل ولا هم عنها ينزفون ينزفون يعني يقولوا يتمائلوا ويذهب عقلهم بحيث يسكرهم هاي خمر الجنة هاي قال ربي يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء 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 لذة للشاربين لذيذة بنينا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون اي ان خمر الجنة ما فيهاش الغول يعني ما ذهبش العقل هذا تصحيح بعض الناس يعتقد يقول لك لماذا شربش الخمر في الدنيا يشربها في الجنة ويعتقد في الجنة يشرب هذه خمرة على الدنيا هذه تعلم خمارات لا 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 هذه الاسم واحد والمعنى مختلف الله يرضى على الشيخ شيبان رضي الله عنه وارضاه الشيخ شيبان واحدة نارة خلى الفندق الاوراسي كان معاه المساعد انتاعه قالوا لي بعده جازوا على مكان في كين الخمر كين الخمر الشيخ شيبان دير واضر ما يشوف شمليح يعني قال للمساعد انتاعه قالوا يا ابني وشنو هذا المكان وشم يدير هذا الناس ما لالاخر من الهيبة تعال الشيخ والاحترام انتاعه قال لك قالوا يا شيخ رهم يشربوا في الحاجة لحناية ما نشربواش في الدنيا بس احنا نشربوها في الجنة يعني راح داروا هكذا عيوض ما يقول له أم يشربوا في الخمس تحامنه قالوا أم يشربوا في هذه الحاجة ليحناية محرا ما نشربوها في الدنيا بس أن نشربوها في الجنة قال لك الشيخ وش قال له والشيخ كان عنده لطافة ودعابة وحكمة قالوا يا وليدي يا وليدي ادي خايف ما نشربوها لا في الدنيا لا في الجنة يعني خايف ما نكون لشقا من اهل الجنة شوف شو يختنعك يعرف ويجاوب ويكون عندهم طيب إذن السائل لو يسأل هل يجوزل يسرب الخمر من تونس لا يجوز لك روح حوز خدمة واحدة أخرى بيع الخردة وما ترشتمس في الخمر وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته